احنا معنا تارير الرمضان السيد ونرجع تاني نعلق على الكلام ونرجع تلك الفريط من اللعب كان من أكثر اللعيبة ومن اكبر اللعب اللي كان بسدده في مصر يعني لو بنعدي مثلا هتلاقي عدد قليل قوي من اللعب اللي بيسدده بكوه الحقيقة ويسدده بدقة طمان خالد يحرز هداف الحقيقة من التزديد ومن الحاجات اللي هو كمان من اللعب اللي عندها كرة عالية جدا جدا كيف يربط مع الناس اللي قدامه بشكل هاي الحقيقة لا، خالد كان من اللعب النجوم في تاريخ القرى المصرية الحقيقة يعني ممكن اللي بقى قريب منه أفشا لأنه أفشا عنده كل المميزات اللي كانت خالد جاد الله بس أنا برضك بقولي أن خالد جاد الله يعني الحقيقة يمكن لو بنتكلم بها على إمكانيات لا إمكانيات في الزمن ده وهو موجود خالد كان لعيب حاجة سوبر 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 يعني لكن هو فعلا أفشا قريب منه في حتة صناعة اللعب بليميكر بيشدد كويس أفشا حيث برضك صناعة الأهداف كل الحاجات دي الحقيقة يمكن كانت في خالد بس خالد أنا بحقي كمان أن كانت على أعلى كمان لأن ما فيش حد يجي في مصر بيسدد زي ما هو كان بيسدد حقيقة وكان بيسدد كمان من مسافات بعيدة جدا 40 يارضة و30 يارضة و35 يارضة والكرة بتطلع فيها دقة وكوة يعني من اللعيب الأولي اللي جم في تاريخ الكرة المصرية الحقيقة كان عنده دي يعني كان بيسدد من مسافات بعيدة جدا وفي نفس الوقت في دقة فأعتقد أن خالد يعني لو موجود في الزمن دا كان أعتقد كان يتقييم تقييم مادي ومعناوي وكل حاجة بشكل كبير جدا 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 في البداية طبعا أنا روحت سنة الثمانين لما روحت هناك كان خط وسط النادي الأهل الحقيقة أعتقد كان أغلبه لعبة منتخب مصر يعني كان فيه مختار وخالد جدالة اللي هو الزمن نتكلم عليه دلوقتي نجمل كبير جدا الحقيقة وعامر وكان فيه صفوات وكان فيه الحقيقة مجموعة من النجوم موجودين في خط وسط أعلق ميهوب طبعا أعلق ميهوب كان لسه طالع الحقيقة برضو كان فيه الحقيقة يعني لما روحت حتى سنة الثمانين أنا كنت رايح وأنا في منتخب مصر وكان كنت بلعب مثلا في مسلت منتخب مصر من الدرجة التانية كمان ورغم ذلك أنا روحت هناك الحقيقة لا يعني أولا قابلت مقابلة كبيرة جدا الحقيقة خالد من الأصدقاء المقربين جدا للواحد ويمكن كمان إحنا لدينا حقيقة آخر حاجة كانت في عياتنا القروية يعني كنا مع بعض في إنجلترا قعدنا حوالي شهر أو 35 يوم كمان كنا بنتعالج الحياة رحلة علاجية خالد من الناس القريبين جدا للواحد يعني هو خالد من الشخصيات الجدية جدا جدا كان يعني أولا يمكن في تمرين وفي مباريات وخارج الملعب الحقيقة من الناس اللي تعتمد عليها كصداقة وكأخ وحاجة جميلة لحقيقة خالد يعني من الناس اللي مرت عليها من لعيبة النادي الأهلي أو لعيبة منتخب مصر أعتقد من الناس القريبين جدا للواحد هتقول إيه اللي ريمو حبيبك رمضان حبيبي طبعا وأشكره طبعا على الكلام الحلو اللي هو قاله وعلى فكرة برضو رمضان السيد من اللعيبة يعني أقول إيه من أمهر اللعيبة اللي جات على مستوى مصر في نص الملعب لعيب جانب جدا ولعيب يمكن كان سابق وقته يعني رمضان أولا طبعا على المستوى الأخلاقي حاجة أكتر من أخ وأكتر من صديق على مستوى الفني يمكن كان يستهل ياخد أكتر من كده من النجومية لأنه هو لعيب كبير جدا إمكاناته كبيرة جدا زي ما أتكلم علي وكان برضو شايف الملعب بشكل كويس جدا ولعيب هداف بيجي من تحت الأدام وصناعة اللعب والتصويب وبعرف يجيب جوان ما كانش في حاجة نقصه بصراحة أشكرك جدا يا رمضان على الكلام الجميل وأنت أخ فعلا وفعلا سافرنا مع بعض إنجلترا عدنا تقريبا شهر ونص نتعالج هناك ورمضان برضو يعني من المدربين الكويسين قوي 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 اللي موجودين في مصر أنا أتمنى أشوفه في الدور الممتاز أشوفه لأنه هو يستهل بشكل كبير